بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الكل في هذه الأيام خائف من خطر الموت هذا الفيروس الضغط الضعيف الذي قلنا أنه جندي من جنود الله مسخر كعذاب على بعض الأمم بسبب الفواحش والسيئات والظلم والبعد عن الله سبحانه وتعالى والكفر والإلحاد وهذا الكلام أنبأنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا أن هذا الطاعون هو رجز أرسله الله كعذاب على من كان قبلكم الكل خائف من هذا الرجز بالفعل فيه عذاب نفسي الإنسان عندما يخاف من الموت هو نوع من أنواع العذاب النفسي الشديد جدا قد يكون ألمه أكبر من ألم الموت نفسه لذلك أيها الأحبة أنا أحببت اليوم أن أقدم لكم ماذا يقول القرآن عن موضوع الخوف من الموت لماذا نخاف من الموت؟ هل ينبغي أن نخاف من الموت؟ في البداية أيها الأحبة ينبغي أن نضع معلومة هنا في رأسنا أن الموت مقدر على البشر قبل أن يخلق الله الكون قبل خلق الكون خلق الله أول شيء القلم وأمره أن يكتب كل شيء إلى يوم القيامة فأنت أيها الإنسان مكتوب ولادتك ورزقك وعملك وأجلك هو الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إنك ميت وإنهم ميتون نحن قدرنا بينكم الموت هذه آية أيها الأحبة في مثل هذه الظروف ينبغي على كل واحد منا أن يتأمل ما معنى نحن قدرنا بينكم الموت ما معنى التقدير طبعا أفضل ما يفسر القرآن هو القرآن نفسه الله تعالى يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا إذن كل شيء بنظام محسوب دائما كلمة التقدير والقدر في القرآن تعني النظام المحكم المقدر المحسوب بدقة المكتوب عند الله سبحانه وتعالى لا يخطئ وهو ما نسميه القضاء والقدر فالقدر ليس عشوائيا كما يظن البعض أيها الأحبة القدر مكتوب عند الله ومبرمج أشبه ببرنامج كمبيوتر فهذا الوباء عندما نزل على الأرض أنزله الله تبارك وتعالى من السماء قد يستغرب البعض هذه العبارة هذا الفيروس موجود على الأرض ربما تطور من فيروسات أخرى ولكن المعلومات التي يحملها هذا الفيروس التي تمكنه من اختراق الأنظمة الدفاعية الشفرات الرقمية الموجودة في خلايا البشر لا يقف أمامه شيء من الذي عرفه بهذه الشفرات وكيف يدخل ويتحكم بها لابد أن هناك من يتحكم بهذا الفيروس من الخارج وليس العملية ليست عشوائية إذن عندما نقول هو مسخر أو منزل من السماء يعني المعلومات التي فيه تدار من قبل الخالق عز وجل تماما مثل اليوم هناك مركبة فضائية أو مصبار موجود على سطح المريخ سمعتم بذلك أكيد هل هذا المسبار يستطيع أن يعمل من تلقاء نفسه لا يمكن حتى لو وضعت له برامج سيعمل وفق هذه البرامج ويتوقف بعد ذلك لا يستطيع أن يقوم بأي مهمة جديدة الفيروس هذا يقوم بمهمة جديدة تختلف عن كل الفيروسات التي سبقته يعني دققوا أيها الأحبة الفيروس هو عبارة عن معلومة شريط وراثي عليه شفرة مكتوبة ولكن ليس بحروف أو أرقام مكتوبة بشكل جيني يعني نوع من الروابط الكيميائية المعروفة جيدة لدى من يدرس البيولوجيا وغير ذلك هذه الروابط الكيميائية هذا الشريط أيها الأحبة هو شريط دقيق جدا لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني وضعيف جدا ولكن فيه معلومات يستطيع أن يدخل إلى الخلية ليتحكم ببرنامج عمل الخلية إذن القضية معقدة جدا ليست مجرد كائن حي هكذا فهذه المركبة الفضائية الموجودة أو هذا المسبار الموجود على سطح المريخ إذا وضعنا فيه برنامج ثابت وتركناه لن يستطيع أن يقوم بأي مهمة أخرى إلا إذا تحكمنا به من الخارج يعني نحن هنا على الأرض في وكالة ناسا يرسلون موجات كهراطيسية تحو محملة بمعلومات أو بشفرات خاصة تأمر هذا الروبوت الموجود أو المسبار الموجود على سطح المريخ أن يلتقط مثلا كمية من التراب وربما يقوم بتحليلها فهذه العملية التي يتحكمون بها من الأرض إذن الروبوت موجود هناك على سطح المريخ ولكن من الذي يتحكم به يتحكم به شخص من خارج المجال حتى يستطيع أن يقوم بعمله لأن هذا الروبوت لديه سيواجه مفاجآت كثيرة ربما يجد حفر يجد جو فيه غازات معينة لا نعرفها فيه مثلا أتربة معينة صخور معينة آثار لمجاري أنهار أشياء جديدة لذلك لابد من وجود من يتحكم بهذا الروبوت أو هذا المسبار من على الأرض هذا الفيروس أيها الأحبة من يتحكم به هو الله عز وجل هو الذي يتحكم وأراد لنوع من هذه الفيروسات أن يغير طريقة عمله ويضرب هذه الخلايا بحيث أنك لا تجد أي خلية تقف عائقا أمامه يستطيع أن يدخل ويتكاثر ما هو العائق؟ العائق الوحيد أمام هذا الفيروس أيها الأحبة طبعا اسمه أصبح مكرر جدا يعني هذا الكورونا أمامه عائق واحد هو نظام معلومات الجسم يعني النظام المناعي النظام المناعي أيها الأحبة مهما كان قويا لا يستطيع أن يقف أمام هذا الفيروس إلا إذا كان هذا النظام المناعي قادرا على اكتشاف المعلومات الموجودة داخل هذا الفيروس ليحدد أن هذا هو عبارة عن عدو ينبغي أن أتخلص منه لذلك نجد الكثيرون يصابون بهذا الفيروس ويتكاثر لفترة ثم النظام المناعي يتعرف عليه بسهولة فيقوم بالقضاء عليه والإنسان يمر بأعراض عادية مثل الإنفولونزا أو قد تكون أخطر بقليل ولكن من نتيجة يتعرف عدد نسبة معينة من البشر بحدود واحد إلى ثلاثة بالمئة هذه النسبة نظامها المناعي معلومات طبعا نحن نتحدث هنا أيها الأحبة عن حرب معلومات يعني إذا قلنا فيروس يعني معلومة نظام مناعي معلومات الحرب هي حرب معلومات فأنت تخوض حرب معلومات بين المعلومات الموجودة لديك في نظامك المناعي وبين المعلومات التي يحملها هذا الفيروس وبالتالي كلما كان لديك نظام مناعي مجهز بمعلومات أكبر وأعلى وأقوى فإنه يستطيع اكتشاف خطورة هذا الفيروس والتخلص منه بسهولة هذا النظام المناعي قلنا مرارا إن أفضل تجهيز لنظامك المناعي بالمعلومات هو أن تستمع للقرآن الكريم وتطبق تعاليم هذا القرآن يعني مثلا التفاؤل هناك بحث علم يقول إن التفاؤل وعدم الحزن عدم اليأس عدم الاكتئاب من أقوى العوامل التي تنشط النظام المناعي لدى الإنسان وتجعله قادرا على اكتشاف هذه الفيروسات الله تعالى أمرنا قال ولا تهنوا الوهن يعني الضعف ولا تحزنوا لا اكتئاب لا يأس لا حزن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذن أيها الأحبة عندما تدرك في دماغك وفي داخلك أن عملية الموت هي عملية مبرمجة وليست عشوائية سوف ترتاح نفسيا وتترك نظامك المناعي ينشط ويعمل ويرتاح ليقوم بمهامه بشكل أفضل وأنا أؤكد لكم أيها الأحبة أن الذي لديه الثقة بالله ولديه تفاؤل كبير ويلتزم بتعاليم القرآن ويستمع للقرآن باستمرار سيكون لديه نظام مناعي أقوى ليس ضد فيروس معين بل ضد كل أنواع المرض أو كل أنواع البكتيريا والفيروسات وهذا رأي أنا استندت إليه من القرآن الكريم الله تعالى يقول على لسان سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين رد الشفاء لله وليس للطبيب وليس للدواء والقرآن يقول أيضا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة لمن للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إذن الشرط لكي يكون القرآن شفاء لك الشرط الأساسي أن تقتنع وتؤمن بهذا القرآن وتطبق ما جاء فيه القضية ليست قراءة آيات فقط أو استماع القضية أن تستجيب لهذه الأوامر وهذه التعاليمة تطبقها الآن نأتي لموضوع الموت أيها الأحبة أنا أحب أن يعرف كل إنسان يسمعني الآن أن الموت ليس له علاقة بالمرض المرض شيء والموت شيء آخر قد تجد إنسان فيه عشرات الأمراض ويعيش تسعين سنة ثم يموت في اللحظة التي قدرها الله له وقد تجد شابا صغيرا يموت بمرض بسيط أو بنوبة قلبية مفاجئة من دون أي سبب إذن القضية ليست قضية مرض الموت ليس له علاقة بالمرض لماذا؟ أولا القرآن يؤكد أن الموت هو نظام مقدر مبرمج قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت أي نظمنا هذا الموت وفق عملية محددة مبرمجة محددة مسبقا يعني ملك الموت الآن أيها الأحبة لا ينتظر يجلس وينتظر حسب نظرية الاحتمالات ملك الموت لا يعمل بنظرية الاحتمالات لا ينتظر فلان حتى يصيبه هذا الفيروس فيأتي ليقبض روحهم عملية الموت عملية كما قلنا مبرمجة ومنظمة ومعقدة وهناك رسل هناك ملائكة ستأتي لهذا الإنسان هناك حساب يبدأ منذ لحظة الموت الكافر يقال له في هذه اللحظة اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق المؤمن تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم إذن أيها الأحبة الإنسان عندما يدرك هذه الحقيقة يرتاح نفسيا أنا ينبغي أن أدرك أن الله قدر علي الموت قبل أن يخلق هذا الكون وكتبه علي كما أنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغني هو سعيد في الدلالة شقي أي من أهل الجنة أو من أهل النار مكتوب هذا الكلام ولكن هذا الأمر يحتاج لشرح طويل يعني ليس مكانه الآن محدد مصيره مسبقا والله لا يظلم أحدا أنت تختار الإيمان أو الكفر الآن لو جئنا بأي ملحد الآن وقلنا له انظر عذاب الله ينزل على العباد انظر كيف أصبح وضع العالم الآن وأنت لا تعترف بوجود الله من الذي يمنعك لا أحد يمنعه وهو يعترف يقول أنا استطيع أن أعترف بوجود الله ولكنه يصر ويستكبر ويرفض ويجحد الخالق عز وجل فهذا الرجل لا أحد يجبره على الكفر هو الذي اختار طريق الكفر ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيختار لذلك كتب اختيارك مكتوب قبل أن تأخذ القرار أنت بالكفر أو بالإيمان الآن أيها الأحبة فهذه العملية عملية الموت كما قلنا عملية منظمة مقدرة من الخالق عز وجل قد تكون آخر لحظة من حياتك نوبة قلبية أو سرطان أو حادث لا قدر الله أو مثلا فيروس كورونا أو تكون مثلا أحدنا تنتهي حياته غرقا مثلا أو تنتهي حياته بنوبة قلبية أو جلطة دماغية أو كذا أو كذا أسباب كثيرة ولكن ليست هذه الأسباب هي التي تسبب الموت دققوا معي الموت مقدر مسبقا وملك الموت لديه ملفات جاهزة طبعا ملك الموت لا يعلم الغيب ولكن في اللحظة التي يأتي أجلك فيها تأتي التعليمات لملك الموت أن يذهب إلى هذا الشخص ليتوفى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم هذا الملك موكل مهمته أن ينفذ البرنامج أو التعليمات إذن أنا عندما أعلم أن أولا لا يصيبني إلا ما كتب الله لي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأعلم أن ما أصابني لم يكن ليخطئني الشيء الذي سيصيبني لا يمكن أن يخطئ وكله بأمر الله وأعلم أن الله قدر كل شيء علي وأعلم أن الموت سيأتي في اللحظة المحددة ماذا يحدث في داخلي أيها الحب هذا يعطيني ارتياح نفسي مع ضرورة الأخذ بالأسباب يعني الإنسان لا يذهب ويلقي بنفسه في التهلك ثم يقول إن الله قدر علي ذلك لا أنت لا تعلم ماذا قدر الله عليك إذن أنا عندما استيقن تماما أن كل شيء مكتوب طبعا أنا لا أتمنى أن أموت على الكفر مثلا والعياذ بالله لذلك أتجنب المنكرات أتجنب الفواحش أتجنب الكذب أتجنب ظلم الناس أتجنب النفاق كل هذه الأشياء التي تهلك الإنسان و يعني التكبه على وجهه في نار جهنم يبتعد عنها فطريا بحكم الغريزة التي يحملها الفطرة التي يحملها أحدنا لا يتمنى أن يقذف في النار يكره ذلك وبالتالي بما أن المؤمن يكره الموت ولكنه يحب لقاء الله أنا أكره الموت كفطرة كغريزة لذلك أخذ بالاحتياطات والأسباب وأطبق تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا على رأسها الطهارة دائما الطهارة أيها الأحبة لذلك النبي قال الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان في الطهارة لماذا هذا التأكيد لماذا هذه الحقيقة التي أو هذا التوجيه النبوي الذي أعطانا إياه نصف الإيمان في طهارتك لأن هذه الطهارة تجعلك سعيدا مطمئنا بعيدا عن الأمراض بعيدا عن المشاكل بعيدا عن الفواحش لأن الذي يرتك بالفواحش تمكن أن يكون طاهرا الطهارة تعني الحفاظ على الطهارة تعني الحفاظ على الصلاة الحفاظ على الأعمال الحسنة أعمال البر إلى آخر عندما أنا أدرك هذه الأشياء أيها الأحبة أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي وأن هذا الموت مكتوب ما الذي يحدث في داخلي الذي يحدث أن نظام المناعة لدي سوف يرتاح ويعمل بكفاءة أعلى مما لو جلست وبدأت بالخوف والتفكير وتنتابني حالة من الرعب وأخشى أن تصيبني مثلا مصيبة أو كذا وتجدني لا أستطيع أن أنام الليل كذا هذا كله يدمر نظام المناعة فإذا ما جاءك هذا الفيروس سيجد نظام مناعة مدمر يسهل السيطر عليه أما في حالة التفاؤل والفرح برحمة الله وأن تدرك في داخلك أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك وأن الموت مقدر عليك عند هذه اللحظة ستجعل نظامك المناعي يرتاح ويعمل بكفاءة أعلى وربما تصاب بهذا الوباء ولا تشعر وقد يصيبك ويستطيع نظامك المناعي أن يتغلب عليه وتتخلص من هذا الوباء كله بأمر الله سبحانه وتعالى لذلك أحبتي في الله كلمة أخيرة لا تحزنوا لا تيأسوا لأن في القرآن الكريم دائما كلمة تحزن يوجد قبلها لا راجعوا آيات القرآن لا تحزن لا تحزن لا تحزنوا دائما لا 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 دائما هناك نهي يدلك على أن المؤمن لا يحزن وأختم معكم بقول سيدنا يعقوب عليه السلام نأخذ درس منه من هذا النبي الكريم الذي فقد ابنه سيدنا يوسف على مدى سنوات عشرات السنين غائب عنه وهو أحب أولاده إلى قلبي ثم فقد أخاه الذي كان يحبه كثيرا أيضا فقد ابنه يعني أخو أخو سيدنا يوسف يوسف عليه السلام كل هذا لم ييأس ما هذه القوة قال قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه دقيقوا معي والأحبة ماذا قال ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فرحين برحمته عز وجل وأن يبعد عننا الحزن واليأس وأن يعيننا أن ندرك ونستيقن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته